دي النتيجة اللي انت ان شاء الله توصلها في نهاية الفيديو. لو لست بقى ما اشتركش في القناة انزل فعل زر الجرس واشترك في القناة عشان يمسلك منا كل جديد واغبط اللايك الماتين بتاعك على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازيكم عاملين ايه يا ربكم بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله نستعرض مع بعض ازاي نعمل النوافذ الشفافة والنوافذ على جهاز الكمبيوتر الخاص بنا. لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي تابع معايا الفيديو لنهاية. زي ما حضركش شايف كده قبل ما نبدأ الفيديو الخاص بنا بتاع النهاردة النوافذ اللي موجودة عندي على جهاز الكمبيوتر نوافذ معتمة. طيب ازاي نحولها لنوافذ شفافة? ده اللي احنا نتعلمه مع بعض في الفيديو الخاص بنا. تابع معايا. الخطوة الاولى اللي هنعملها بازن الله ان احنا نفتح المتصفح الخاص بنا ونجي في خانة البحث اللي فوق ديك. نضع الرابط اللي انا ان شاء الله تركوه لك في قلب صندوق الوصف. وبعد كده تضغط على انتر من لوحة المفاتيح وتنتظر لحديث ما الموقع يفتح معايا. طبعا احنا ان شاء الله نحمل اداءة سويرة جدا من موقع جيت هاب. طبعا الموقع ده موقع موسوك. كل اللي انت بتعمل وتنزل وتيجي عند تضغط. تنتظر لحديث ما الصفحة تفتح معاك. وبعد كده ننزل تحت ناخد الخيار ده اللي هو اربعة وستين نبدأ نضغط عليه. وننتظر لما تبدأ عملية التحميل. لاي ما حركش شايف كده بدأت عملية التحميل. الملف اللي احنا نستخدمه ملف صغير جدا يعني مية سبعة وسبعين كيلو بيض. ومجرد ما ضغطنا تحميل الملف انتهى عملية التحميل. نضغط على اغلاق. بعد تحميل الملف انا جبته من التنزلات حطيته على سطح المكتب عشان اواري لحضرتك اللي انا هعمله. ابدأ اقاف عليه واعمل كليك يمين وبعد كده اضغط على فتح. طبعا هنفك الضغط عنه باي برنامج من برامج فك الضغط. تبدأ تضغط على استخراج الى. تمام وبعد كده تضغط على موافقة. زي ما احرك شايف كده تم فك الضغط عن الملف. ملف صغير جدا خفيف. ابدأ اضغط على الملف افتحه. وبعد كده افتح الملف ده. هلاقي في مجموعة من الملفات كل اللي انا هعمله هبدأ اخدها كلها. اظلالها. تمام? واخدها نسخ. واقفل. وبعد كده اروح رايح على جهاز الكمبيوتر الخاص بيا. تمام? واروح على القرس المحلي. ومن القرس المحلي اروح رايح على بروجرام فايل. واجي في اي مكان فاضي واعمل عملية لسك. طبعا واضغط على متابعة. ادي له الازن. زي ما حرك شايف كده تم الانتهاء من لسك هذين ملفات في بروجرام فايل. بعد كده نبدأ نروح على الملف اللي مكتوب عليه ريجيستري. اضغط عليه ضغطتين. وانتظر. لحد ما ملف ريجيستري ده يفتح معي. وبعدين ابدأ اقول له نعم. تمام? واقول له موافق. ولحظات بسيطة وهيبدأ يحاول لك النوافذ بتاعتك للشكل الزجاجي اللي هو البلور. دي النتيجة النهائية اللي ان شاء الله حضرتك هتوصل لها. هتلاقي كل النوافذ اللي موجودة عندك في جهاز الكمبيوتر اتحولك للشكل الشفاف البلور. ده لو حبيت ان انت تجربها في نافذة تانية هتلاقيها بنفس الصورة اللي حضرتك شايفة دي. طيب لو حبين ان احنا نعطل هذه الخاصية مرة تانية. كل انت تعمله هتروح رايح على القرس المحلي. وبعد كده تروح رايح على بروبروم فايل. وبعد كده تبدأ تنزل تحت. وتروح رايح على انستول. تضغط على انستول. هتلغي تفعيل هذه الخاصية. هتنتظر طبعا لما ملاف ارجسري يفتح ويشتغل. تقول له نعم. تقول له موافق. بعد كده هتروح تفتح اي نافذة من النوافذ الخاصة بجهاز الكمبيوتر بتاعك هتلاقيها رجعت مرة تانية للشكل المعتمي. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة هيكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت الشيء جديد. ما تنساش طبعا ان انت تتعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.